دي الحلقة السبع وعشرين من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الحلقة ديات هتكون عن تحليل أفضل أنواع الاستثمار اللي ممكن حضرتك تستثمر فيها مع حضراتكم محمود كستير استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريالستيت جايد مبدئيا في استثمارات قليلة المخاطر واستثمارات عالية المخاطر بالنسبة أولا للاستثمارات قليلة المخاطر دي ما كاسبها بتكون على المدى الطويل زي الدهب والعقار فالدهب استثمار آمن لحفظ قيمة الفلوس مع مرور الوقت بس دوت مش بيحقق لك عائد ثابت ومستمر زي العقار والشهادات وكمان بيتأثر هنا بسعر الفايدة الأمريكية تاني حاجة بالنسبة للاستثمارات عالية المخاطر زي البورسة والفوريكس والعملات الرقامية وديت ما كاسبها عالية جدا ومخاطرها ممكن تضيع لك كل فلوسك بين يوم وليلة وفيه ثالث حاجة من أهم أنواع الاستثمار في مصر هي أنك تتدخل فلوسك في وديعة أو شهادات في البنك وديت بتجيب لك عائد ثابت ومضمون بدل ما تشغل فلوسك مثلا في التجارة وممكن تخسرها فالأفضل هنا أنك تتجه للبنك وتعمل فلوسك شهادة وتستفيد بالعائد الشهري السابت بتاعها بس يبقى طبعا لو حضرتك كسرت الشهادة ديت في أول 6 شهور بتخسر الفوائد بتاعتها وكمان فوائد الشهادات هنا مش بتغطي التضخم اللي بيحصل عشان كده لما التضخم بيرتفع نسبة الفايدة في البنوك بترتفع فهتلاقي قوة فلوسك الشرائية بتقل بشكل كبير مع الوقت يعني على سبيل المثال لو حضرتك معاك مثلا مليون جنيه وحطيته في البنك من 3 سنين وغتى عائد ثابت 12% في السنة وعلى افتراض أن أنت مش هتصرف من العائد دوت فالمفروض أن في السنة الوحدة مكسبك من الشهادة ديت بيكون 120 ألف يعني في 3 سنين هيكون حوالي 360 ألف يعني بعد انتهاء المدة بتاعت الشهادة فلوسك هتكون مليون و360 ألف بس في المقابل معدل التضخم بيكون أعلى يعني ممكن تكون بتخسر حوالي 2% مثلا من قيمة فلوسك وفي المقابل لو حضرتك اشتريت عقار بمليون من 3 سنين مثلا بس أنا هنا طبعا مش بتكلم عن أي عقار لأن في مناطق بتكون وصلت للحد الأقصى من الزيادة في السعر أنا بتكلم هنا عن المدن الجديدة زي العاصمة والجلالة والعالمين اللي الأسعار فيها لسه بتزيد بشكل سريع بسبب التغيرات الكبيرة اللي بتحصل والأهم هنا التمييز بين المشاريع بناء على المعايير اللي اتكلمت عنها كتير قبل كده فدية تعتبر هتزود من قيمة عقارك بشكل أسرع طبعا من حيث التأجير وعادة البيع فعموما بالنسبة للإستثمار دوت هتلاقي قيمة عقارك بتزيد بمعدل من 15% ل20% سنويا يعني ممكن في خلال التلات سنين يوصل قيمة عقارك مثلا لمليون ونص يعني معنى كده أن العقار بيحافظ على فلوسك من التضخم وكمان تقدر تستفيد بهامش ربح من تأجيره وبالنسبة للمخاطر اللي ممكن تواجهك في الاستثمار العقاري إنك لو ما قدرتش تكمل في تزيد أقصات الوحدة اللي اتعقدت عليها وجيت بعد ما دفعت 40% مثلا من 8 وحصلت لحضرتك ظروف ومش هتقدر تسد القصة اللي عليك في الحالة ديت يا إما بترجع للمطور وفي الحالة ديت بترجع له الوحدة وبتفسق العقد وطبعا هتخسر من 10% إلى 15% من إجمالي قيمة الوحدة وفلوسك هترجع لك بنفس الطريقة اللي كنت بتدفع بيها وطبعا حضرتك اللي هتكون خسران في الأفضل هنا أن انت تبحها أو تعمل تنازل لحد يشتريها منك وممكن تاخد فرق مكسب بسيط تستفيد به كمال يبقى لازم قبل ما تشتري عقار تكون حاسب حساباتك كويس وأنك هتقدر تسد القصة اللي عليك طول فترة التقصيد وما تعتمدش على الإيجار بعد الاستلام أو الحالة التانية بقى هو أن المطور نفسه اللي ما يقدرش يكمل المشروع لأي أسباب وهنا شركة العاصمة بتدخل بدورها وبتلزم المطور أن يرجع الحقوق بتاعة العملة وفي الحالتين فلوسك مضمونة أنها هترجع لك تاني وأنا شايف أفضل طريقة لاستثمار فلوسك لو معاك 2 مليون جنيه مثلا اشتري عقار بالتقصيد واتفع أقل مقدم وأطول فترة تقصيد يعني ممكن تدفع عشرة في المية حوالي 200 ألف والباقي مليون و800 ألف وحطهم وديعة في البنك والعائد اللي هيجي لك منها سدد به القصة اللي عليك وكل ما فترة التقصيد تطول هيكون أفضل لأنك طبعا بتشتري عقار قيمته بتزيد مع الوقت وفي نفس الوقت قيمة قصتك بتقل مع مرور السنين عشان التدخم وممكن كمان تستفيد بهام الشربح من تأجير العقار دوت بعد الاستلام وده بيتوقف على المعايير والاشتراطات اللي بتختار بناء عليها المشروع الصح والوحدة الصح وده دوري مع حضرتك كاستشاري متخصص في العاصمة الإدارية أني أساعدك في النقطة دي يبقى المهم هنا أو تحط فلوسك شهادة أو وديعة في البنك وتصرف فوايدها في حاجات مستهلكة لازم تستفيد من العائد بتاعها في عقار أو دهب مثلا عشان تزود من قيمة استثمارك وتغطي في المقابل من عامل التدخم اللي بيخسرك قيمة فلوسك الموجودة في البنك مع مرور الوقت ولو فيه أي استفسارات بيشرفني أن احنا نتعاون مع بعض والرقم هنا ظهر على الشاشة متاحة لي الواتساب أو فيه لينك موجود في أول الوصف حضرتك مجرد ما بتلغط عليه بيوصلك مباشرة على الواتساب الخصبية الخدمة مجانية تماما وتحت أمر حضرتك في أي وقت شكرا ترجمة نانسي قنقر